موسيقى السلام عليكم ورحمة الله ساهم التطور التكنولوجي والتقني الذي شهده العالم مؤخرا بخلق عادات وسلوكيات تميل أغلبها إلى التقليل من الأنشطة البدنية وهو مكان سببا لانتشار العديد من الأمراض وعلى رأسها السمنة والضغط والسكري وغيرها وإيمانا بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر شاركت الوزرات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة اليوم بيوم الرياضة البحريني وذلك بتخصيص نصف يوم عمل لموظفيها لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة ويهدف يوم الرياضة البحريني إلى تعزيز مفهوم الرياضة للجميع وتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الفرد والمجتمع إلى جانب نشر الوعي الصحي والتعريف بأنماط الحياة الصحية حيث تشير الأرقام الرسمية لوزارة الصحة أن الأمراض غير السارية تتسبب في 65% من الوفيات في البحرين ويأتي على رأسها أمراض الدورة الدموية والسكري وهي أمراض من الممكن تجنبها باتباع أنماط حياة صحية تشمل التغذية السليمة والممارسة الدورية للأنشطة الرياضية والرياضة إلى جانب أهميتها الجسدية تعمل على تحسين مزاج الإنسان ونفسيته بشكل كبير عيث يقوم الجسم بإفراز هرمونات معينة تبعث في النفس الشعورة بالسعادة وتخلصه من الهموم والأحزان لإلقاء مزيد من الضوء عن هذا الموضوع وأهمية الرياضة في تحسين أنماط الحياة المختلفة ياسرني استضافة أخصائي أول تعزيز الصحة بوزارة الصحة الأستاذة بشرة الهندي مرحبا بك أستاذة بشرة بداية عندما يكون هذا القرار صادر عن سمو رئيس الوزراء بتخصيص نصف يوم عمل في الدولة لممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية هذا القرار ينعكس على أكثر من جانب من جانب النشاط الرياضي يؤدي إلى تحسين المزاج ربما يرفع الإنتاجية وأيضا يحافظ على صحة وسلامة الإنسان أين يكمن أهمية هذا القرار من سمو رئيس الوزراء بتخصيص نصف يوم عمل لممارسة الرياضة طبعا في البداية نشكر القرار السامي لصاحب السمو الملك على هذا القرار لأنه يعتبر بالنسبة أن على الأقل كوزارة صحة كأنه عرص صحي ممارسة النشاط البدني وتخصيص نصف يوم إلى ممارسة النشاط البدني هذا يعتبر أحد أهداف التنمية المستدامة التي تعتبر البحرية من الدول المتقدمة التي تسعى إلى تطبيقه ضم توصيات منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية في الاستراتيجية الأخيرة للغذاء والنشاط البدني توصي بعدة تدابير على كل دولة منظمة الصحة العالمية أن تأتي بها ومن ضمن هذه التدابير هو تخصيص يوم إلى النشاط البدني فالاحتراف الرسمي أن هناك يوم لتعزيز النشاط البدني له بعد استراتيجي قوي جدا في بناء وخلق عادات سلوكية لدى الأفراد والمقيمين في المجتمع لأنه سيعزز أهمية النشاط البدني بمحاذاة الأيام الجولية البحرينية الأخرى ففي مصاف اليوم الوطني ويوم المرأة البحرينية هناك أيضا يوم بحريني للنشاط البدني فهذا يعتبر من أبرز الأهداف التنمية المستدامة حصلت عليه البحرين بحمد الله نعم ربما من أعلى الأصوات التي سمعت في هذا اليوم بأن مثل هذا اليوم ينبغي أن لا يكون يوما محددا ينبغي أن يتحول إلى عادة وسلوك اجتماعي بشكل دائم على مدار السنة من أجل أن يكون المجتمع مجتمعا صحيا ينعم بالصحة وبالسعادة وبالرفاه وأيضا لديه القدرة على تجنب ضغوط العمل وضغوط الحياة من خلال ممارسة الرياضة كيف يمكن أن يتحول هذا اليوم إلى سلوك أو إلى نمط اجتماعي سائر في البحرين بالفعل كما تفضلت أخي أن منظمة الصحة العالمية توصي ب150 دقيقة خلال الأسبوع على كل شخص أن يمارس النشاط البدني فيتم تقسيمها إلى 20 دقيقة تقريبا يوميا على الأشخاص والأفراد الالتزام وجعلها روتين يومي وليس روتين قد يكون بائس أو ممل هو روتين الممتع لأنه كما تفضل في البداية الانتظام في ممارسة النشاط البدني ترفع من مستوى السعادة ترفع الهرمونات المتعلقة بالسعادة تزيد من الانتاجية من خلال تعديل المزاج التوتر قل، الأمراض السارية تبتعد، المناعة داخل الجسم أيضا تقوى فكل هذه الأسباب تؤدي إلى أن الشخص يكون أكثر معافا النشاط البدني يعتبر عندنا هو العلاج المعجزة العلاج الذي لا يكلف المال ولا يكلف جهدا كثيرا مجرد ما على الشخص أن يمارس النشاط البدني أينما كان في أماكن العمل، في المنزل، خارج العمل، في الأماكن المغلقة، في الأماكن المفتوحة هناك الكثير الكثير من الأنواع من النشاطات والرياضات التي يمكن للشخص أن يمارسها طبعا منظمة الصحة العالمية توصي أن يدرج النشاط البدني في المدارس في الأماكن العمل، في المجمعات التجارية وغيرها الكثير ولذلك سعت وزارة الصحة من خلال بعض المشاريع مثل مشروع المجمعات التجارية المعززة للصحة وهذا مشروع طبق، صالح نحن في السنة الرابعة والخامسة كم عدد المجمعات التي تتسببها؟ عدد المجمعات حتى الآن ثمانية مجمعات ولا زال الإقبال شديد للأمانة أن المجمعات الصحية المجمعات بالفعل مقبلة على أنها تدخل من ضمن هذا المشروع يكون هناك تقييم آخر العام ضمن اشتراطات معينة أهم هذه الاشتراطات فتح المجمع قبل الموعدة المحدد بساعتين للسماح للمقيمين والمواطنين بمزاولة النشاط البدني من خلال بيئة مغلقة، المكان يكون مهيئ إلى ممارسة النشاط البدني مكيف بعيدا عن الشمس والرطوبة بالإضافة إلى هناك بعض المجمعات التجارية التي خصصت مدربا خاصا يساعد أيضا المترددين على المجمع التجاري على مزاولة الأنشاطة بالمجان طبعا بالمجان طبعا من ضمن الأرقام الرسمية لوزارة الصحة عن الأمراض غير السارية والتي تتسبب بنسب مخيفة من الوفيات جميع هذه الأمراض ترتبط بنظام حياة غير صحي مثل هذا اليوم وإن انعكس أيضا وهذا المأمول على النظام الحياة بشكل عام كيف من الممكن أن يؤدي ذلك لتقليل فاتورة العلاج وتقليل أيضا الخسائر البشرية بسبب أنماط الحياة غير الصحية التي تتم ممارستها كما تفضلت بالفعل الأكثر الأمراض الغير سارية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والارتفاع نسبة الكوليسترول جميع العلاج الأساسي إليها بعيدا عن العلاج الدوائي هو اتباع أنماط الحياة الصحية أنماط الحياة الصحية القسم إلى قسمين أساسيا الغذاء الصحي وموارسة النشاط البدني إذا كان هناك غذاء صحي متوفر وضمن وجبات صحية وسعرات حرارية محددة يبقى العلاج بالنظام الغذاء بالنشاط البدني هو العلاج السحري أثبتت الكثير من الدراسات التي أجريت مثلا على بعض أمراض السرطانات في دول المتقدمة أن نسبة الشفاء إلى الأشخاص الذين يتعاطون يمارسون النشاط البدني مقابل الأشخاص الذين لا يمارسون النشاط البدني فيما يخص السرطانات تقل بنسبة 20% 20% رقم ليس صغيرا 20% معناته معدل الخطورة في انخفاض إذا كان الشخص مستمر في موارسة النشاط البدني بالإضافة إلى كذلك البحرين تعاني من نسبة كبيرة من السملة أكثر من 40% من سكان البحرين يعانون من السملة أو الخمول فمعناته أننا نحتاج إلى تحفيز المواطنين في تغيير العادات والسلوكيات من خلال تشجيحهم على اتباع النماط الحياة الصحية وموارسة النشاط البدني طيب لنتحدث عن أكثر الحجج التي يسوقها الناس اليوم نمط الحياة الجديد الحياة السريعة الرفاهية المتاحة كل ذلك نمط الحياة العصرية تقلل من فرص ممارسة الرياضة بحجة ضيق الوقت نعم كيف يمكن أن يكون هناك رسائل مباشرة للناس من أجل تنظيم الوقت ليكون هناك العشرين دقيقة على الأقل التي تفضلت بها متاحة يوميا لممارسة الرياضة العشرين دقيقة ممكن أن يمارسها الشخص في المنزل حول المنزل في الحي في مماشي قريبة والحمد لله في كثير من المماشي والمضامير متوفرة يعني ضيق الوقت ليس حجة ليس حجة ضيق الوقت لأنه ممكن وأنت جالس في العمل ممكن أن تمارس يعني عادة الموظفين في العمل لديهم نصف ساعة لأخذ الاستراحة خلال أصلا ساعات العمل ممكن أن يمارس عشر دقائق مستمرة عشر دقائق مستمرة ممكن في بعض التمارين المتعلقة بتنشيط العدلات وتقويتها وعمل التمارين المتعلقة بالتمدد والمرونة كل هذه ممكن ممارسة حتى ونحن جالسين على الكرسي ما نحتاج حتى نكون نمشي فبعض الرياضات ممكن تحتاج مننا نحن نقف في قبال جهاز يعني قبال جسم آخر ثابت وممكن ممارسة النشاط البدني فالنشاطات البدنية ليست متعلقة دائما هي ركوب الدراجات والمشي والجري بالعكس هناك حتى بعض الأدوات البسيطة ممكن الموظف يحملها وياها في المكتب ربة المنزل تكون موجودة داخل منزل أثناء ممارسة الحياة اليومية النتائج الدراسات أثبتت أن المشاركة في القيام بالنشاط البدني يعزز مفهومها ويشجع الآخرين لذلك دائما يوصى أن رب الأسرة أو ربة الأسران تمارس النشاط البدني مع الأطفال مع العائلة يحفزهم بالفعل أنه يكون عادات وسلوكيات ويخلق جو من المتعة والسعادة فليس فقط ممارسة النشاط البدني للوقاية من الأمراض ولكنه أيضا يخلق روح الحميمية في العلاقات الأسرية نعم شهدنا ذلك اليوم على مستوى البحرين ككل في كل النشاطات وكل الوزارات والهيئات التي شاركت في هذا اليوم الرياضي البحريني شهدنا هناك حميمية بين الموظفين والمدراء والمسؤولين بين الأسر وعائلاتهم أيضا في المجمعات الرياضية كيف رصدتم في وزارة الصحة؟ ما هي انطباعاتكم على الاستجابة الشعبية الكبيرة لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بتخصيص هذا اليوم؟ يعني الشوارع والمضامير والميادين العامة في استاد البحرين الوطني في كل الأماكن التي يمكن فيها ممارسة الرياضة هناك تجمع بشري استجابة لتوجيهات سمو رئيس الوزراء طبعا لما يكون الشخص القاعد على الهرم في الوزارة أول شخص مبادر فهذا راح يطلق حافز جديد ونحن نشكر سعادة الوزيرة الدكتورة فائقة الصالح وغيرها أصلا من الوزراء الذين كانوا السباقين من الساعة الثامنة والنصف صباحا في عمل ماراثونات مشي والذهاب إلى المجمع السلمانية والمستشفيات الطبية والمراكز الصحية أيضا من أجل المشاركة في الأنشطة والفعاليات المقامة على مستوى المراكز الصحية والمستشفيات لتشجيع ليس فقط الموظفين ولكن حتى المرضى خصصت بعض الأنشطة أيضا لتشجيع المرضى داخل المستشفيات بالإضافة إلى المضامير المشي التي بدأت ممتلئة في بعض ساعات النهار الصباحية القرية الرياضية للتو فقط قدمت من القرية الرياضية وبالفعل الأعداد بازدياد وحضور الشباب وحضور كبار السن والأطفال التجمعات والألعاب الرياضية المتنوعة والمختلفة جذبت الكثيرين فيما معايا أن هناك بالفعل عرص صحي في الرياضة في موارسة النشاط البدني تستغرب يمكن أستاذ أنه للكثير من الممارسات الرياضية العجيبة التي بدأت تلقي إعجاب الآخرين وتشجع الآخرين على ممارسة فمن أعلى شخص في الهرم في الوزارات إلى أسفل العاملين الجميع اليوم استمتع بأكثر من نصف ساعة في ممارسة النشاط البدني أتوقع لو أخذ قياس إلى مستوى هرمون السعادة في البحرين فاليوم الهرمون مرتفع إلى أعلى السماية كل الشكر لمشاركتنا هذا الحديث خصائي أول تعزيز الصحة بوزارة الصحة الأستاذ بشرى المهندي شكرا جزيلا لكم أهلا وسهلا حياكم شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام يتجدد لقاؤنا غدا بحول الله تعالى في خبر جديد مع ضيف جديد من ما وراء الخبر فريق الإعداد والإنتاج شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة